رحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفسير احلام وركيا الشرعية. انهاردة هنتكلم على رمز مباشر جديد. انهاردة هنتكلم على رمز لو شفناه من الرموز اللي بتبشر الشخص بقدوم مال. وكمان من الرموز اللي بتدل على تحقيقه الارباح تحقيقه لمكاسب. من الرموز برضو اللي بتدل على ترقية وعلى منصب وعلى مكان على مكانة رفيعة هيحصل عليها الشخص. كمان من الرموز اللي بتدل على الخطوبة والارتباط للفتاة العزباء على الحمل للمرأة المتزوجة. من الرموز اللي بتدل على نوع الجنين لو شفته امرأة حامل. من الرموز اللي بتبشر الشخص بتحقيق امنيات وتحقيق التموح كان دايما بيسعى لتحقيقه. من الرؤى المباشرة للشخص المريض بالشفاء. من الرموز اللي بتبشر الرأي بقدوم اخبار سعيدة ممكن هو يسمحها في الفترة المقبلة. هنعرف ما بعد ايه هو الرمز ده وكمان هنعرف امتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. الرمز اللي هنتكلم عليه اه انه هاردة هو رؤية الفضة اه بشكل عام. اه رؤية الفضة سواء رؤية خاتم او سلسلة او قلادة كل دي من الرموز المبشرة. اولا الفتاة العزباء لما تشوف الحلية المصنوعة من الفضة. فبشرة ليها اه بآآ آآ قدوم خاطب بليها. آآ كمان لما تشوف الحد بيهديها بآآ آآ حاجة من الفضة فمن الرموز برضو اللي بتدلها على مكانة وعلى آآ لو كانت هي بتعمل على ترقية فعملها. آآ شراء الفضة للفتاة العزباء بشرة بتحقيق امنيات وبتحقيق آآ احلام. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الفضة بشكل عام فده قدوم خير ليها. لما تشوف ان زوجها بيهديها بالفضة فبشرة ليها بالحمل في وقت آآ قريب. آآ كمان الفضة من الرموز اللي بتدلها على آآ مال وعلى مال آآ كمان متخر للرأي. لو كان بيمتلك عمل تجاري آآ فمن الرموز اللي بتوشيره بقدوم ارباح هو آآ بقدوم آآ مكاسب. كمان الرجل لما يشوف ان هو آآ في منزل مصنوع من الفضة فده صلاح حاله بشكل عام وصلاح حاله للأفضل. لو كان مريض فمن الرموز اللي بتبشره آآ بالشفاء. آآ كمان الفضة آآ لو كان آآ شخص غير متزوج وشاف آآ القضع من الفضة فبشرة ليه بالزواج والزواج من امرأة جميلة. آآ كمان الفضة آآ برضو من الرموز لو كان هو آآ آآ بيسعى لعمل فمن الرموز اللي بتبشره بحصوله على آآ وظيفة وعلى وظيفة مرموقة. لو كان هو بيعمل بالفعل وشاف ان في حد بيهديه آآ بي آآ فده منصب. وآآ مكانة آآ هيحصل عليها الرأي في آآ عمله. كمان المرأة الحامل لما تشوف الفضة من الرموز اللي بتدل على نوع الجنين. فآآ رؤية آآ الخاتم المصنوع من الفضة او الحلية المصنوع من الفضة بشكل عام للمرأة الحامل من الرموز اللي بتبشرها بولاية انسة. والله اعلى واعلم. الفضة كمان لما تشوف آآ آآ يعني بترتدي حلية من الفضة شكله حالو. آآ فمن الرؤية اللي بتدل على اخبار سعيدة هي هتسمحها في القريب. آآ كمان الفضة آآ لما تشوف يشوف الرأي انه لابس آآ آآ قلادة من الفضة. القلادة اللي مصنوها من الفضة فده برضو بشارة بتحقيق امنيات او احلام يمكن ما كانش متوقع انه يوصل ليها. يمكن كانت الامنية صعبة او اشيء او فيها صعوبة. فمن الرؤية اللي بتبشره بالوصول لها. آآ كمان الفضة من الرموز اللي بتدل على قدوم خير وقدوم آآ رزق وكمان قدوم آآ آآ مال وتحقيق نجاحات وتحقيق انجازات في حياته بشكل عام. آآ كمان القلادة المصنوها من الفضة فده حاسي سعيد للرأي. آآ برضو القلادة من الرموز اللي بتدل على رزق. آآ رزق يمكن آآ مفاجئ هو ما كانش يعمل له حساب. آآ برضو من الرموز اللي بتدل على السعادة والفرحة وخلاص من المشاكل. كمان السلسلة المصنوعة من الفضة. مش القلادة بس لا السلسلة كمان المصنوعة آآ من الفضة. كمان شراء الفضة في المنام برضو من الرموز زي ما قلنا اللي بتدل على تحقيق آآ امنيات. لما يشوف الشخص ان فيه حد بيهديه آآ بآآ فلو آآ فتاة عزباء وشافت شخص آآ بيهديها فده بشارب بقدوم خاطب. لو هي عارفة الشخص ده او فيه بينهم آآ مشروع للزواج وشافت انه بيهديها بفضة فده زواجها آآ منه آآ قريبا. آآ كمان اهداء الفضة زي ما قلنا من الرموز اللي بتدل على منصب او على مكانة هيحصل عليها الرأي. الخواتم المصنوعة من الفضة كمان من الرموز اللي بتدل على حظ سعيد آآ ليه الرأي وعلى سعادة وعلى فرحة وعلى رزق. كمان على الصحة آآ وعلى نجاحات وعلى آآ آآ منصب آآ هيحصل عليه. كمان آآ الخواتم او الخاتم المصنوعة ليه من الفضة ليه الرجل من الرموز اللي بتدل على نصر على عدو او نصر على آآ خصم على نجاح في آآ عمله او نجاح في مشروع هو بيقوم آآ بيه. آآ برضو الخاتم المصنوع من الفضة بالنسبة ليه الرجل من الرموز اللي بتدل على الزواج وعلى آآ الارتباط. لبس اسويرة من الفضة آآ بشهرة بتحقيق احلام آآ تحقيق آآ تموح كمان آآ بيه قدوم آآ بيه قدوم آآ آآ رزق وكمان بمكانة وآآ آآ آآ منصب هيخصل عليه الرأي. الاسويرة اللي مصنوعة من او الاساور المصنوعة من الفضة بشارب بربح وبمال ومال حلال وتحسن في المعيشة بشكل عام. آآ كمان الفتاة العزباء ما تشوف انها بترتدي اسويرة من الفضة فده برضو من الرموز المبشرة ليها آآ بيه قدوم خير او بقدوم آرز. ده كده اهم البشرات اللي بتحملها لينا رؤية الحلي المصنوعة من الفضة آآ بشكل عام سواء كان آآ آآ قلادة او خواتم آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.